انا مسلم فلكنت عيا منزلي متألق كالكوكب والطادي انا مسلم اخوان المسلمين وقبل الفاصل كنت بتساءل هل الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح هو قال في البداية انه هو الى الان لم يقرر سيترشح لرئاسة الجمهورية ولا لا بس عايز عرف اقترب قد ايه تقريبا للفكرة يعني حيثك اميال لنعم للترشح والاميال للا شوفي حضرتك انا الحقيقة قضية الرئاسة انا اتمنى بكل اخلاص وصدق ان يجد المصريون اللي انا واحد منهم مرشح نقدر نحط عليه عنوان مصر وعنوان مصر ده اساسه هي الحضارة الاسلامية وانا متصور ما فيش مصر من غير حضارة اسلامية اي نظام يحكم مصر من غير ما يعلي قيمة هذه الحضارة ويحط عنوانها الرئيسي بما تشمله من احترام للحريات واحترام حرية الاعتقاد والتعبير واحترام لحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة وان يكون المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات هو ده معنى الحضارة العظيم والاهتمام بخضية التنمية واوا الى اخير وبالتالي انا نفسي ان يبقى فيه مرشح مش انا يبقى موجود نستطيع كمصريين بصفة مغلق غلبنا طبعا مفيش مش كلنا نلتف حاوله انا شايف المكان ده فاضي حتى الان مفيش احد المرشحين حيثك شايف انه هو بيعني قريب من المواصفات الحيثة انا ما احترام لكل المرشحين او الافتراضيين لانا فيش مرشحين لا ده كله افتراضي الى ان يتم الترشح الرسمي اجد ان المكان ده مازال يحتاج لأحد يملعه انا اتمنى ان يساعدني واساعد نفسي في ان نجد هذا المرشح فندفعه ونلتف حوله ويدخل في منافسة اذا ما لقيتش المرشح اللي بيتفق معه ده اللي بيبعالنا اقول انني افكر ده اللي خلينا اقول ان انا افكر ساعتك ممكن تترشح جدا انا ما عنديش اي مشكلة ان الوطن عندي فوق كل شيء يعني انا هذه المسألة افكر فيها من هذا الباب الذي اتمنى بكل اخلاص ان اجد من يقوم بهذا الواجد لان انا بتصور ان ده عملية الان الذي يقدم عليها يقدم على عملية استبسال من اجل الوطن تقديم نفسه ورحته ومستقبله وحياته ومن اجل الوطن لان انت ستكون رئيس لدولة حرة ولشعب كريم وشعب حر مش شعب مستعبد بيتديره اجهزة امن وتقمعه وبالتال ادارة الشعوب الحرة ليست سهلة ادارة الشعوب المستعبده دي سهلة جدا قاعد البيه في قصر فخيم هنا وهناك وينتقل من قصر الى قصر ومن مكان الى مكان ويأتيه الملابس والاكل من الشنزليزية في فرنسا ومفوض جهاز امن قمعه يدير الشعب كالعبيد طريقة الحكمة دي لطيفة جدا ومريحة اوي لكن الذي يدير شعب ويقود شعب من الاحرار لازم يعرف ان دي مهمة صعبة وقسية جدا 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 اتمنى ان يقوم بها غيري لان انا لا استجلب لنفسي الواجبات ولا استدعي لنفسي المشقات بل ادعو الله ان يدفع عني الواجبات والمشقات ويحملها عني فاذا وجدت وإلا ادعو الله ان يكون عندي القدرة والارادة بمعاونة كل الوطنيين والمخلصين وبالمناسبة انا يجب ان اشيد بالجهد الكبيرة الذي يقوم بعدد كبير من الشباب على مواقع شباب مصر وشباب الصورة وكثير من المصريين المخلصين ومنهم مصور جاءاني مبارح اسمه ابرام جاء منتهى الانفعال والحماس يطلب مني انه ياخد مني صور لانه عامل موقع ويريد مني ان اترشح للرياس ده اسمه ابرام مسيحي يعني مسيحي يقول هذا انا اتمنى ان يقوم بهذا الواجب غيري انا لست يعني راغبا بمناسبة يقوم بهذا الواجب غيري انا بكلم الدكتور عبد المنعم قبل فتوح القيادي البارس في جماعة الاخوان المسلمين وحايتك يعني فكرك اسلامي ديني الحقيقة انه يعني اي مرشح مش لاقي بالي يعني لموضوع انه انا هتكلم بصراحة احنا عارفين انه اي حاكم او اي اولي امر بتتكلموا بصراحة من زمان بالوقت فروض تكونوا اشدوا صراحة لا لا احنا اشد خالص استنع عليها شوي وانا ارجو ان يعني بالمناسبة دي اعود الاخ العزيز معتز دمرداش يونير مكانه معاك يعني كنت يعود يعني وانا يعني يعني كنت اتمنى انا يعني الدكتور حسر راتب اخ عزيز وصديق اتمنى ان معتز يرجع انا بقول في البرنامج وعلاوة ان شاء الله بإذن الله لان قد لاجت فرصة اكلم او اطلب من اخر لا واحنا كمان بنتمنى بالتأكيد ان شاء الله لا معجزة ده بين قسين يعني لا طبعا لا الحقيقة انا عايز اسأل حياتك يعني من المعروف انه او حياتك بالذات تبقى فهم الكلام ده انه اي حاكم اولي امر هو مسؤول عن كل مواطن امام الله مسؤول عن المواطن ده نايم شبعان نايم في مكان كويس هو مسؤول عنه احنا عددنا كبير قوي حياتك مش متخوف من هذه المسئولية ازاي هتضمن ان حضرتك تحط رأسك على المخدة لو بقيت رئيس جمهورية تضمن منين انه مفيش واحد على الان في الخمسة وتمانين مليون نايم ناقصه حاجة يعني الضمان بتعديه مش ان الشخص لان خمسة وتمانين مليون او اي شعب حر لن يحكمه شخص تحكمه مؤسسات وبالتالي الشخص رئيس الجمهورية في ادارة دولة دولة احرار ودولة ديمقراطية ودولة مؤسسات دوره هو تنسيق بين هذه المؤسسات وتمكين مؤسسات الدولة المنتخبة والحرة والتي تتشكل من مواطنين اشراف واطهار تمكينوا من يديروا هذا وبالتالي دي مسئولية الجميع مفيش حاجة خلاص انتهى انتهى عهد الحاكم الفرد اللي يبقى احنا ده الدول دولة الحديثة دولة كبيرة احنا مش بنقود قبيلة فيها خمسين ستين واحد وبالتالي حفوت عليهم باب باب بخبط يا احمد انت تعشيت ولا لس المسئولية هنا مسئولية عام واشمل ومؤسسات الدولة تقنل بها مصر دولة في المنطقة مصر دولة ما ننساش حتى لو عددها اكتر من 85 البشر في مصر صاروة عظيمة مش البشر في مصر يجب اكولين البشر في مصر منتجين يعني الاسف اللي بينظر لهذه الصاروة العظيمة على ان مجموعها من التنابلة اللي عاديين يكلوا حيخلصونا لا ده مجموعة من المنتجين ومصر دولة تستطيع ان تكتفي اقتصاديا وتكتفي سياسيا وتكتفي جغرافيا مصر فقدت الكثير بسبب الفساد والاستداد اللي تصلت عليها مصر قوة للعالم العربي وقوة للعالم الاسلامي مصر دولة لها تاريخ وانا اتصور الذي يقدم على هذه المسئولية التي هي جزء من المسئولية يعني برضك احنا استقبلنا المنصب رئيس الدولة على انه هو راعي الوطن ومش عارف ايه لا ادى خادم للوطن خادم للوطن ولو لم يعان بمؤسسات الدولة وبشعبه اللي هو يجب ان يكون خادما لهم لن ينجح اصلا لن ينجح هيعمل ايه يعني هيدوس على طب بمناسبة التنابلة يا دكتور عبد المنعم نشر على حياتك انك اعتردت بشدة على انشاء حزب لجماعة الاخوة المسلمين ويهي منسبة التنابلة لانه اتنشر ان حضرتك قلت انه ده هيبقى حزب للتنابلة حياتك مقاريتش هذا التصريح لا 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 انا قريه طبس ده اطلاقا يعني انا مش ده اتقال في سياق الكلمة التنابلة ده اتقالت في سياق اخر غير هذا زي انا ما بقول كده يعني سياق ان لو لم اي حزب يقوم ويقوم بعمله ولا يعتمد على زخم الاخرين حيبقى حزب بالتنابلة فده كان كلام عام مش مرتبط طب ليه حضرتك عارت الحزب وحتى قال يعني او اتنشر على لسان حياتك انك بتقول انه المرشد اخطأ عندما قرر انشاء حزب وحتى حياتك قلت انه او انه اخطأ كمان لما قال ان التعددية الحزبية الاعضاء الجماعة تؤدي الى التفتيت لا لا انا طبعا من ناس من ثلاث سنوات نادية بفصل الحزب عن الدعوة يعني ان تكون الحركة الاسلامية حركة الاخوان او اي حركة اسلامية تقوم في المجال العام كجماعة ضغط تقوم بالواجب الرسالي والقيمي والدفاع عن المبادئ الكلية للوطن مثل مبدأ الحرية والعدالة و الاخره دون ان تكون طرفا في العمل الحزبي او المنافسة مش لان ده ممنوع على افرادها لا الافراد يمرسوا في الحزب لانه تظل الحركات الاسلامية كحركات تدعو للقيم وللمبادئ العليا اسمى منها تدخل في قضية المنافسة لان دي قيم هي مش اي اسمى في اشخاصها اسمى في ما تقوم بيه من وظيفة فبالتالي يجب ان لا يكون هي حزب ولا يكون لها حزب مش معنى لا افراد بتوعها يعني اذا كانوا افراد الاخوان ما يصحش يعملوا لا يعملوا حزب لكن هذا الحزب لا يكون فرعا للجماعة ولا يكون حزب الجماعة هم يذهبوا ويكون الذي يدير الحزب هم جمعيته العمومية المنتخبة ام المعينة المنتخبة فيش تعيين اصلا حزب اصلا فجمعيته العمومية هالتي تقرر سياسة الحزب وكيف تديره ومرجعية قيادة الحزب لجمعيته العمومية وليس الطرف خارج الحزب وهو الجماعة بس هل ده وضع حزب الحرية والعدالة ده اللي بيكتهد فيه الاخوان يعملوه الآن لكن كان هذا جزء من استقلال يبدأ مولودا من الاخوان المسلمين ده خطأ انا ما زلت اقول ان ده خطأ حتى يتحرر بالفعل منذ ولادته الى مع استمراريته يتحرر من اي قيود واي ارتباط ما يبقاش بقى كل موقف ياخده يرجع لنا او كل ما ياخد موقف احنا نتحاسب عليه او ازا احنا اخدنا موقف هو يتحاسب عليه هذا هو معنى الاستقلال مش معنى الاستقلال اننا نعمل حاجة وبعدين اقول بعد ما اعملها يعني اخلف عيل وبعدين اقول ده مستقل يعني في النهاية ابني طب الرأي لحياتك قلته ده ما اصرش غضب لدى المرشد ما كانش فيه مفيش غضب لدى المرشد المرشد مش كهنوت عندنا المرشد واحد من الاخوان بيخدم اخوانه والرجل الموجود الان وهو الاخ العزيز محمد بديع رجل لطيف وجميل وطيب الخلق وطول عمره وعاش في خدمة الدعوة وخدمة الاسلام وله عطاء وله تاريخه احنا مفيش حاجة اسمها غضب محدش بيشتغل في عزبة حد احنا يعني الدعوة اشمل واكبر من كلها لو عندناش المرشد هو اسم تاريخي برضك بيطفي عليه للأسف عند بعض وكل الناس قدر من الكهنوت الذي لا يوجد عندنا اصلا في الاخوان لا يوجد عندنا احنا يعني من هم يعني اكبر من هذا كان يعني يقف قصام الاريان وهو في سن حفيد الاستاذ عمر التلميسان الله يرحمه ويقول له يا استاذ عمر انا مختلف معك في كذا مختلف معك كذا وانا امامي والاستاذ عمر يقول له والله ليك حق يا عصام في اللي انت قلت وده صح ما عندناش الاساليب دي مش موجودة في الاخوان ولا يسمح الاخوان لأحد احترامهم لمرشدهم احترامهم لقيادتهم احترامهم لرموزهم ده من الادب اللي الاسلام فرضوا علينا كما نحترم اي قيادة حتى في في مستشفى بتاعتي وادارتي او او الاخير يعني المواضيع دي اللي هي الخاصة برأي حضرتك فيما يخص انشاء حزب لجماعة الاخوان المسلمين هذا الرأي يعني يعني لا فهموا انه كان فيه تقبل للرأي حتى وان اختلفنا ده ده الاصل اصلا في الخلق الاسلام انه تقبل لكنه يتعمل او متعملش فيه مؤسسة اكبر بالتأكيد من الادارة التنفيذية للاخوان او من مكتب الارشاد او مني وهي مجلس الشورة الذي سيجتمع ويحسم هذه المسائل طيب بما ان حتى بتقول انه كان فيه تقبل لهذا الرأي ما كانش فيه يعني اي غضب والحمد بصلا ما فيهش بديل للتقبل استقبل بمعنى الاستماع احنا لازم نستمع للين لبعض كلين حتى لو انت يرفض الرأي ما انه بس معيه يمكن انت فاكتري فيه وتقبليه بالزبط طيب كويس الكاميرا حتى بتقوله ده الحقيقة بيختلف شوية عن كلام سمعناه من يومين هنا كان معنا المهندس هيسم ابو خليل وهو استقال من جماعة الاخوان المسلمين والحقيقة هو اتكلم انه فيه استبداد بالرأي من قبل بعض قيادات الجماعة وقال كمان انه لما بيكون فيه اختلاف في الرأي الحقيقة انه بيبقى فيه يعني هو قالها استبداد لما كلمنا الدكتور حمدي حسن الحقيقة على التريفون قال بالنص انه من يختلف معنا الافضل انه هو يمشي لانه ده بيقوي الجماعة فقلت له يعني ايه بيختلف يا دكتور حمدي معاكم الافضل انه يمشي وكررته قال لي ايوة الافضل انه يمشي هذا التقبل كان بسبب زي محيطك قلت انه 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 احنا الامر شورى ما بيننا يعني ان دي مبادئ الاسلام ولا لحجم وقيمة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ولكن ممكن يختلف الامر مع اخرين لا ليس ليس اذا كان الدكتور حمدي الحسن قال الكلام ده فده كلام خاطئ ولا جز له ان يقول هذا لان الدعوة الاسلامية والحركة الاسلامية وجماعة الاخوان المسلمين كل اعضاءها من اكبر واحد لاصغر واحد سنا او مقاما شركاء في هذه الجماعة لا يوجد عندنا اجراء لما يكون عندنا اجراء وانا كما سيقول في الاخوان اقول لي اللي مش عجبه يمشي او الباب يفوت جمل كل هذه مصطلحات غير اخلاقية ولا يجوز ولا صح الاحد ان يستخدم لكن فيما قاله الاخ العزيز حمدي حسن انا اتصور اذا كان اقال هذا الكلام انا لما اسمعه منه حضرتك طبعا سمعتيه فهذا ليس صحيح هذا ولا يجوز فيما يخص الاستقالات او بعض الناس اللي قدموا استقالاتهم طبيعي جماعة كبيرة بحجم الاخوان المسلمين وبهذا الانتشار وبهذا التاريخ ماذا لو احد واحد او اتنين او تلاتة او عشرة او مية لم يعجبهم اسلوب اداء الجماعة وقالبا كله بيبقى خلاف على اسلوب الادارة مش خلاف على الافكار وارادوا انه يستقيلوا احنا مش بنقولهم لا مع السلامة ولا بنقولهم مش عجبكم لا اطلاقا هؤلاء اخوة اعزاء علينا وانا اتمنى انا مثلا فجئت باستقالة الاخ العزيز الدكتور ابراهيم زعفران دا قيمة كبيرة متأكيد انا فجئت لانا كنت في اجازة مرضية وجيت افتح المصر اليوم لقيت استقالة ابراهيم وانا الحقيقة عتبت عليها تاب شديد ابراهيم عزيز جدا ومازال عزيز على نفسي فهو استقالة ادارية لكن هو حد يستقيل من فكرته حد يستقيل من دينه حد يستقيل من دعويته حد يستقيل من قيمه التي تربع عليها ابراهيم دا انشأ حركة في اسكندرية مازال كل ابناء الاسكندرية وفي القلب منهم الاخوان يعتزوا بيه ويقدروا ويحترموا لكن لعله لأ بعض الاداءات الادارية التي لم يستطع ان يصبر عليها مش قابلها مش كذا لكن ظل الاخوة اللي بيننا وبين اي طرف اي واحد اي انسان هي اخوة الانسانية واخوة الاسلام لا تنبني ولا تنقطع بوجوده في تنظيم الاخوان او خروجه منه هذا لا يجوس ولا صح وبالتالي انا اتصور فيه سوء فه طبعا فيه اداءات غلط اللي ممكن يكون عبر عنها البعض اه فيه اداء غلطات تجمع بشري ما احناش تجمع من الملائكة عندنا اخطاء اه عندنا اخطاء فيه بعض المسؤولين بيسيقوا بيسيقوا مرسة ادارتهم للامور فيه بعض المسؤولين يسيقوا ادارتهم لكن ربنا بيقول ولا يجرم انكم شنان وقوم على الا تعديله اعديله وهو اقرب للتقوى فلما يكون فيه تجمع كبير مثل تجمع الاخوان المسلمين ويكون اداءه المنهجي اداء فيه خير وفيه خدمة للوطن وفيه دفاع عن قيم الوطن العظيمة ثم عدد منه او افراد او مؤسسة من مؤسساته تغلط ايه المشكلة يعني مش بقول ان انا متقبل غلط او ابرره او اجمله انا رفضه مهما يكن بس في النهاية منقلبش الدنيا رأسا على العقب ونقول ايه الحال الاخوان غلطت غلطت او مال غلطت المهم يبع عندنا شجاعة على كل مستوياتنا قل نجادل في الخطأ اذا وقع ونعترف فيه نقول احنا اخطأنا انا بقول ان الجماعة في اليابان لما الوزير بيغلط بيستقيل واحيانا ينتحر انا لا اطلب من حد من الاخوان المسؤولين لما يغلط لا ينتحر ولا يستقيل بس يقول انا اخطأت وانا متأسف اذا يؤلي قيمته ويؤلي قدره ويجعل اخوانه يحترموه ويجعل له مصدقية عند اخوانه دكتور عبد الميرم حيطك قلت نعم في التعديلات الدستورية الاخيرة جدا قلتها لان هي واجب وطني ولا واجب شرعي لا 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 ولا لا نعم لا علاقتها بالمسألة قد يتجاوز يعني انا من الناس التي رغم لنتجاوز نقول الزهاب والمشاركة واجب شرعي اما ان يقول نعم او يقول لا او يمتنع ولا يقول لا او لا نعم فدي مسألة اقحام الشرع حالة الحمى الدينية اللي داخلت في المجتمع بحيث بي اصبحنا نقعم الشرع في كل صغيرة وكبيرة هذا الحقيقة يساءل الشرع انا اللي اعتبر ان هذا اهتمام بالشرع ان احنا نقعم الشرع في كل شيء بحيث اللي بيبص المين يقولك هو اللي بص المين حرام ولا حلال اللي جي ينزل السلم يقولك هو نزول السلم ايه و ايه ده هذا حالة هوس ما تجس الشرع اسمى واعظم من هذا ويجب استحضار الشرع في امورنا الكلية واستحضار الشرع في امورنا الهم لكن فيه تخلي الشرع في كل حاجة ويقولك ان تقول نعم واجب شايل مين اللي قالك عيب كده وهذا اساءة لشرع الله سبحانه اما ان تذهب فهو واجب وطني مش ان تقول نعم حتى اللي يقول نعم لا بس نأكدها ان تذهب هو واجب وطني ليس الشرعي لكن ما اقولش حتى ان تقول نعم واجب وطني انا لا اقبل حد يقول لي كده لان ممكن من وجهة نظري لا هي رسول صح اه لان معناه اللي بيقول لا ما بيقومش بواجب الوطني فلا يجوز ان احنا لكن اقول ان تذهب هذا واجب وطني هذا ليس اكثر من هذا حتى انا مش معا اللي يقول ان تذهب هو واجب شرعي لا اقول واجب وطني والواجب الوطني تفريعه من واجب شرء كبير جدا جدا وهو الحفاظ على الوطن ودعمه الحفاظ على الاستقلال عايزين نشرح المشاهدين لما بنقول حياتك تلقب دائما بكبر الاصلاحيين في جماعة الاخوان المسلمين من هم الاصلاحيون يا دكتور عبد المؤمن هو اللقب ده لإنتم اللي بتعملوه الاعلام نعم لأن الاخوان المسلمين بكل صدق الطيار العام في الاخوان المسلمين طيار إصلاحي صلاحي بمعنى انه بيقبل الاسلام المتسامح المعتادل الوسطي المتواصل مع مجتمعه مع ناسه مع اهله دي طبيعة للطيار العام في الاخوان اه في قلة هنا او هنا قد ياندهم قدر من التشدد قدر من سوء الاداء من سوء الادارة وبالتالي يعني لما نقول ان المساءه ده الواقع اللي انا الذي ارى هذه القلة البعض قد يختلف معا يقولي دي نسبتها خمسة في المية انا اقوله عشرة انا ده يقولي اتنين في المية ده يقوله لكن في النهاية الطيار العام اللي بيمثله الاخوان المسلمين هو طيار اصلاحي بمعنى الاصلاح يعني بمعنى انه يقدم لمجتمعه والناس واهله الاسلام المتسامح الوسطي المتواصل مع مجتمعه الذي يحافظ على الاصول ويتعامل بمقاصد الشريعة وليس بتفاصيلها وهو ده اللي حافظ على حركة الاخوان المسلمين ان تتحول ليس تنظيم اعظم ما في هذه الحركة انها مدرسة على عامية كلها انت حضرينيك انا اذهب انما اذهب لامريكا واوروبا لا يتجمع اسلامي هناك دون يعني دون تردد اقول دول اخوان مسلمين على طول لغم انهم مش لا يسموهم الاخوان ولا بيقولوا عن نفسهم الاخوان لكن ما يقدمونه من فكر وخلق وسلوك هو نفس اللي بشوفه في من يسمون الاخوان المسلمين في مصر انا كنت في موريتانيا من سنة تقريبا واعدت مع التجمع الاسلامي هناك فلقيته بيقول نفس الافكار اللي بقولها الاخوان المسلمين في مصر ونفس السلوكيات ورغم انهم مش اسموهم اخوان ومرح لهمش حسن البنة في موريتانيا في ناوتشت مرح لهمش كان اول واحد من رموز الاخوان اذا جاز ان انا اسمي نفسي رمز يعني يزور موريتانيا هو انا واول واحد يلتقي بالحركة الاسلامية هو انا ومع ذلك قلت ان انتو عامنين زي اخوان العتبة والسيدة زينة بالظبط في افكاركو وسلوكوكو فهي مدرسة يعني مدرسة مدرسة يفخر بيها كل مصري لانها المدرسة نشأت من مصر ودي قيمة مصر وعظمتها انها تنشئ هذه المدرسة وده جعلها تنتشر في العالم هذا الانتشار هذا جهد لابناء مصر ولتاريخ ابناء مصر ولمنضحه من رموز مصر من اجل ان تصل هذه المدرسة بهذا الانتشار الذي خصم هذا الانتشار وهذه المدرسة خصمت من رصيد التطرف وخصمت من رصيد العنف في العالم لان سعد بعض الناس بيقول اللهم الاخوة المسلمين عملوا ايه للتطرف والعنف نحن خصمنا من هذا الرصيد ازاي يا دكتور ازاي لان في غياب الاعتدال يزداد التطرف وفي غياب التسامح يزداد العنف فنحن صمدنا على مدار 80 سنة نقدم الاسلام المتسامح السلمي ده كله لو لهذا موجود لكان العنف اصبح اضعاف اضعاف حجمه ولكان التطرف اصبح اضعاف اضعاف حجمه وبالتالي نحن نقول اننا خصمنا من هذا الرصيد هناك تخوف من عودة العنف مرة اخرى بسبب التصريحات اللي احنا اتكلمنا عليها او بعض الممارسات ايضا لحيطك كمان حتى اشرت اليها الان الاخوان المسلمين اللي سيصبح لديها الان ايضا حزب سياسي حتى وان حيطك كنت اختلفت يعني مع اسلوب انشاء هذا الحزب ولكن في النهاية هيكون لها عمل سياسي الان بشكل رسمي وقانوني في المجتمع ايه اللي ممكن تعمله جماعة الاخوان المسلمين علشان تعدل الصورة من تاني علشان تواجه هذا العنف اللي فيه تخوف شديد منه من طيارات تسمي نفسها اسلامية او يعني انا لست يعني في ظل جو الحرية واحترام حقوق الانسان في التعبير وانشأة منظماته وتنظيماته وعمله بشكل قانوني ومشروع في ظل الحرية لها كميا هي بتعالج كل هذه الاشياء الحرية لها كميا هناما تتوافر الحرية للناس ويستطيع ان يمارسوا حقهم في انشاء منظماتهم او تنظيماتهم ويمارس حقهم في التعبير عن رأيه وافكاره حتى لو كانت متطرفة لانه سيرى على الجانب الاخر الهراء المعتدلة فيدخل في حوار فيقل التطرف ويزداد الاعتدال العلاج هو الحرية العلاج لهو قمع من امن الدولة ولا تعزيب الناس في المعتقلات ولا تقديم الناس لمحاكمة عسكرية كما فعل هذا النظام اللي ربنا خلصنا منه بفضله سبحانه وتعالى الحرية الحاجة العلاج التاني والمهم من جانب الحرية هو ان تكون دولة سيادة القانون القانون يجب ان يكون يطبق على الجميع بنفس المستوى لا يجب ان حد يخطئ يتحاسب لا فرق بين ان يكون كبيرا ولا صغيرا ولا مسلما ولا غير مسلم يتحاسب القانون يجب ان يسود على الجميع كبير وصغير انا حييت استاذي استاذي في القانون باعتباري انا دارس قانون يحيى الجمل حينما ذهب وهو في هذا السن وهذا القدر العلمي الى النائب العام حينما طلبه وجلس والنائب العام وجهاز النائب العام تلمزة يحيى الجمل وجلس ليحقق معه ويقول اقواله بمنتهى الاحترام والتقدير شرف لاي مواطن حينما يقف بين يدي العدالة يقف مقدرا ومعظما لهذا المحراب محراب العدل يعني وبالتالي الضمان هو الحرية الضمان هو العدل الذي يتفرع من قضاء مستقل لا دخل لأي سلطة للقضاء مستقل حقيقة ده هو يخلي مجتمعنا يسير بشكل طبيعي ويترطب عن الحرية وعلى العدل ان يكون مجتمع نامي منتج مبدع مصر فيها ناس مبدعين كانت بتستولى عليهم هنا وهناك مصر اولى باولادها مصر فيها واولى باولادها لكن هل هي على الطريق السليم الان ولا لا ايه دكتور احنا على بداية الطريق السليم وانا من الناس القلقين على الثورة ما بقولش انا متفائل جدا لكن يجب بعض الامور التي تتم ببطء احيانا نعليجها حريات يجب ان تزداد ما نحطش عقبات امام حرية الناس في تشكيل احزابهم ولا منظماتهم انا بأنادي كنت بأقدر واشيد بالشباب والذين دعوني يعني لقصة الترشع دي الذي ما زلته افكر وادرسها انا بأنادي كل شباب مصر ان في وقت الحريات عليهم لانشاء مؤسساتهم المدنية لتنمية المجتمع كما اقول ايد تبني مصر وايد تحمي الصورة نفعل هذا على شباب مصر ورجاله ونساءه ان ينشئوا مؤسساتهم احزابهم مؤسساتهم جمعياتهم التي تستهدف بناء الوطن تستهدف بناء الوطن يعني حياتك من المنادين ببقاء التظاهرات في ميدان التحرير يا دكتور عبد المنعم لا هو ما فيش معنى لبقاء المظاهرات في بناء التحرير بناء التحرير ده قلب البلد حياتك عندك نفس القلق الموجود عند المتظاهرين نعم حياتك عندك نفس القلق أو القلق من نفس الأشياء طبعا انا اشارك المتظاهرين لكن احنا المظاهرات عندناها حق مشروع ويجب ان نحافظ عليه ولا نسمح باغتياله ولا بمنعه ابدا لكن يجب ان تنظم بمعنى لما نيجي نعمل يوم الجمعة مظاهرة مليونية حيث لا يوجد تعويق للمرور ولا وذلك لنعبر عن حفاظنا على صورتنا ومكتسبتها وقلقنا عن يعني انا منزعج جدا لعملية مواجهة الفساد مواجهة الفساد بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة لا تجوز ولا تصح احنا بطئين بعد مرور الشهر لسه بحول ناس واقول عليهم كان يجب من اول يوم يوضع رموز النظام كله تحت التحفظ مش في السجن لكن يتحفظ عليهم وعلى حسابته وابحث لازم يدعم جهاز النائب العام بعدد كبير من المحققين ده جهاز النائب العام يا دوبك يقدر يحقق في خضية فساد واحد فقضايا فساد بالمليارات احملها للنائب العام ويبقى الحكاية ان كل محد يقول لي فيه فساد اقول له اروح للنائب العام الله هو انا بقى يعني ما ازلها جوز ولا صح طيب لانه وقتنا الاسف بيأزف يعني انا عايزة افترض الاخر كام دقيقة معنا انه دكتور عبد المنعم ابو الفتوح قرر بالفعل ان هو سيترشح لرئاسة الجمهورية عايزة افترض هذا الافتراض وبما اني قعد مع الرئيس المحتمل عايزة اعرف في سطور كده عريدة او في عنوين موقف حضرتك من عدد من الامور اللي هتشكل او هتقى يعني يكون ليها اهمية في حياتنا السياسية المقبلة لو قلنا مثلا النظام النظام الحكم حياتك بتفضل ان هو يكون حكم رئاسي ولا برلماني ولا رئاسي برلماني ولا زي يعني حريك خدي رأيي مش في السياق اللي قلتي لان انا زي ما بولا ما زلت لا لو في رأي تاني طبعا اه اه يعني في السياق اللي حضرتك قلتي انا رأيي رأيي ما انا ليه عراء في كل القضايا دي يعني انا وما امثله من حركة حركة الاخوالين عراء نوقف يبدو ان مصر يبدو او في تقدير ان مصر النظام المختلط اللي قريب من النظام الفرنسي اللي هو الرئاسي البرلماني هو الاقرب للحالة المصرية والاقرب للحالة المصرية مصر مجتمع في قيم هتجعل رئيس الدولة قدر من التأثير اللي يجب ان نحافظ عليه بالقدر الذي لا يحوله الى فرعون ولا مستبد وده يحقق النظام البرلماني الرئاسي فده انت بتسألي على يبقى دي سؤال سؤال تاني فيه ما يخص وجود امرأة كرئيس الجمهورية او وجود قبط مسيحي كرئيس الجمهورية موقف حياتك من ده ايه الترشيح مش وجود ترشيح طبعا اه لا انا بقصد انه يترشح واذا فاز في الدولة الحديثة لا محل لا محل لغير المواطنة في الدولة الحديثة وانا بفهمي للإسلام الذي اعتز به لا يجوز في الدولة الحديثة ان نفرق بين مواطن ومواطن في اي حق او اي وايجب وبالتالي يكون حق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مكفول لكافة المواطنين سواء كان رجلا او امرأة او مسلما او مسيحيا او شيوعي او يساري مكفول للجميع والقرار والقرار يأخذ الشعب من خلال صندوق الانتخابات وانا تناقشت قريب لسه بالصريح من خلال تليفون مع استاذ الدكتور رأفة عثمان رئيس قسم الشريعة لما اتصل بي وقال لي ده فيه اجماع في الفقه على عدم جواز ان يتولى رئيس الدولة الاسلامية ومسيحية وكذا تقول يا سيدي المخاطب وده استاذي وشيخي العظيم اللي اعتز بي مخاطب بهذا الحكم هو المصوت الفرد اللي راح يصوت خطبه بهذا الحكم انا بنقول الناس تيجي وتصوت اللي يدي ده يدي ده لكن لا يجوز ان انا اصدر على الحق اي مواطن في الترشيح وابدا بحال من الاحوال تمام موقف حضرتك اذا اصبحت رئيس جمهورية في العلاقة مع ايران ملف ايران بالنسبة لنا هو من الملفات اللي بقالها سنوات الحقيقة يعني العلاقة لم تكن على ما يرام انا ارجو ان انا بقول وحضرتك اعلامية قديرة لكل الاخوان الصحفيين والاعلاميين وقيادات الرأي والثقافة ان احنا يجب ان ننتقل من حالة الرئيس المقرر والرئيس الذي يعني يحلم بحاجة يصبح يعملها الى حالة ان الرئيس يعني يبقى حواليه مجلس استشاري موسى شاريين وبالتالي لا اتصور ان تكون علاقتنا بكذا وكذا طبقا لهوى السيد الرئيس هتبقى طبقا لايه او قناعته هتبقى طبقا لايه طبقا لمصلحة الوطن العليا التي يقررها ويؤسسها برلمان منتخم يمثل الشعب وبالتالي طبيعي ان علاقتنا كمصر بكل الدول وكل الاطراف يحكمها مصلحة مصر وبالتالي لا يوجد مبرر اصلا عند اي مصري ان تكون علاقتنا متوترة بايران او غير موجود احنا يجب ان يكون لدينا علاقة جيدة بايران وباكستان وبتركيا وبسوريا وبليبيا لماذا نوتر علاقتنا بالاخرين لماذا نحن لانا مصلحة وهؤلاء سند بحكم الامتداد الامتداد السقافي والحضاري لنا ولكن نحن لا نقبل من اي احد ان يعتدي على حقنا الكلام دا ينطبق ايضا على علاقتنا باسرائيل انا بتكلم تحديدا فيما يخص اتفاقية كام ديفيد لما حيثك بتقول علاقتنا بالجميع ولا في محاذير في الجميع لا ما انا بقوله اللي بيضبط المسألة مصلحة وطننا العليا فاذا كان مصلحة حيثك شايف ايه في مازر في مازر في اتفاقية كام ديفيد مفيش اتفاقية دائمة ابدا نحن بنقول اي اتفاقية دولية الأصل أن تحترم الاتفاقات الدولية وكل اتفاقية دولية بتحترم طبقا لعدد من الأشياء مصلحة مصر في هذه الاتفاقية من استمرارها أو عدمه احترام قواعد القانون الدولي ما فيش اتفاقية دائمة إلى الأبد كل اتفاقية تحمل في نصوصها دعيه من الاتفاقات السرية الاتفاقات السرية أصلا حتى لو كان دي ضد مصلحة الوطن ما يجوز ينجي في حاجة اسمها اتفاق سري يعقيده الرئيس مع أطراف دولية دون علم البرلمان ودراسة البرلمان وقبول البرلمان وبالتالي الموضوع يعرض على البرلمان ويدرس إذا وجد فيه مصلحة في مصر أو لا يجد فيها نفس الاتفاقية تحمل في طياتها كيف تغير كيف يضاف كيف تحزف كل ده محمول فينا وهذا كله من خلال البرلمان كله من خلال البرلمان وليس من خلال رئيس بس بالتأكيد حياتك يعني بحكم خبرتك السياسية على مدار السنوات الطويلة بالتأكيد ليك وجهة نظر حياتك بتقول حسن وإحنا في عام 2011 شايف اتفاقية دي إزاي شايفها هي زي ما هي كده في مصلحة مصر ولا شايفناها محتاجة لمراجعة محتاجة لإلغاء محتاجة لإيه هي محتاجة لمراجعة بالفعل محتاجة لمراجعة لكن أنا الحقيقة مش قادر أقول حاجة لأن اتفاقية دي لها ملحقات سرية لازم كل هذا يعرض على يعني مراكز دراسة وتدرس هذه المسألة ثم يعرض على البرلمان وفي النهاية نضرب تعظيم سلام لقرار البرلمان أيا كان أنا بشكر حياتك جدا على هذا الحوار تشرفت بوجود حياتك معنا شكرا لك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي البارس في جماعة الإخوان المسلمين وأمين عام اتحاد الأطباء العرب إن شاء الله نشوفكم بكرة بكرة